اشتركوا في القناة 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 في واحد الخروج اعلامي تحديدا في قناة الساديسة الاسبانية وقال امام كل الاسبان امام كل العالم ان اسبانيا ستتخلى على المغرب وانا القرار الذي خداه من الاعتراف مغربية السحراء هو قرار دولة وقال كذلك أن القرار لا رجعت فيه ويكون يعود يرجع به الزمن للوراء سيقوم بنفس الأمر رغما عن أن مخابرات عبلة اشتغلات داخل إسبانيا لتأثر على بيدرو سانتيز في الانتخابات ولكن الذي لم تكن تعرفه مخابرات عبلة أن الأمر لا يتعلق فقط ببيدرو سانتيز بل هو أمر أعمق من ذلك والدليل هو الخبر الذي ستحدث عليه اليوم البارح يعني من بعد ما تحدثنا على هذا الخبر هذا من بعد تلقينا خبر اللي كيبيا على أن وزير النقل المغربي نيزار باركا كان في وزير التجهيز والماء اعتذر وزير التجهيز والماء نيزار باركا كان كيتواجد في إسبانيا مع وزيرة النقل والحركة والأجندة الحضارية راكيل سانتيز الإسبانيا لماذا كنتواجدت منك؟ هذا هو بيت القصيدة الإخوان وهذا هو السر اللي كان ما بين إسبانيا والمغرب واللي يشتغلوا عليه على مدة أول شيء يجبكم تعرفوا بأن هذا الشيء كامل اللي ترى ما بين إسبانيا والمغرب والنزاعات اللي كانت على مدار السنين كانت من اختصاص فرنسا والجزائر وتحديدا فرنسا فرنسا هي العقل المدبر لهذه المشاكل الكاملة اللي ترى ما بين إسبانيا والمغرب وهي اللي كانت كتسعة لهذه العلاقات هذه عمرها تكون جيدة ما هو السبب؟ سبب بسيط سبب بسيط لأن فرنسا هي دول استعمارية فرنسا دول استعمارية وعرفة بأن إسبانيا قريبة لإفريقيا أكثر منها وتقدر بالقدرات اللي عند إسبانيا تقدر تربط علاقات استراتيجية مع الدول الإفريقية وتلغيش حاجة اسمتها فرنسا ولا يعني الدول الإفريقية وتحديدا دول شمال إفريقيا اعتمدت على إسبانيا بيش تقرب من أوروبا المهمة ديالفرنسا غدي تنتاهي يعني المهمة ديالفرنسا اللي كانت كتداعي أنها كتقرب المغرب من أوروبا أكثر فأكثر غدي تنتاهي وفعلا ذلك الشي اللي كان أولا إسبانيا هي دولة عندها تاريخ عندها تاريخ عميق دولة اللي تهيه كانت مستعمارة دولة اللي عندها اقتصاد قوي دولة اللي عندها موقع استراتيجي وقريب لإفريقيا فهذا الشيء هذا كامل خلال فرنسا تدير الحاذر وهذا الحاذر هو أنها تلغي كل يعني العوامل ديال التقارب ما بين المغرب وما بين إسبانيا فشنو غادي تدير ستستغل الحاجة وحدة هي اللي عندها هي الموضوع ديال الصحراء المغربية هنا في الموضوع ديال الصحراء المغربية تحديداً ستستعمل الجزائر وميليشيات البوليزاريو في ذلك اللحظة هذيك كانت فرنسا كتوهم المغرب على أنها تدعمه في ميلف الصحراء ولكن الدعم ديالها كان دعم أصفر دعم في الخفاء اللي من موراه كأينوا واحد العرقلة لهذا الميلف في هذا نظن أن الكلام ديال السيد أنتونيو جوتيريس ديال عرقلة الميلف وقال هون ما قال شكو لكي عرق الميلف ماشي غي الجزائر المقصودة في الأمر بل فرنسا كذلك لأن المنتظم الدولي بدأك يحيق بفرنسا فاشكال القو معظم الدول ورقالها بيدرو سانتيز خداد القرار معظم الدول العظمى أوروبية أمريكا كلهم خدادوا القرار من دعم المغرب في ميلف الصحراء في اللحظة اللي بدأك ينتهي هذا الميلف فرنسا دخلت في السيلبية دخلت في السيلبية في المواقف درجة أنها بقالها تخرج تعطيل أسلحة لميليشيات البوليزاريو بل أكثر من ذلك أنها دعمات ميليشيات البوليزاريو عن طريق الجزائر هنا سيبان بأن من يريد عرقلة الميلف ومن يريد عدم حل حالة الميلف هي فرنسا قبل الجزائر فرنسا قبل الجزائر من مصلحتها هذا الميلف هذا يبقى مع عرقل فكنضن أن كان هناك عمل شاق عند المغرب وعند إسبانيا بش يفهموا أشواقع بالضبط نحن لم نقلوش أو لم نطيحوش من إسبانيا ولم نطيحوه من المغرب طبعا المخابرات الإسبانيا والمغربية كانت عارفة شواقع لكن لم يكن وصل النقطة للتفاهم لأنه لا ننسوش أن هناك تاريخ عريق ما بين المغرب وإسبانيا فيه الجذب والأخذ والعطاء ولم نمشيوش بعيد نمشيو غير سنة 2000 وجوج لمشكلة جزيرة ليلى وكل ما نشب وراء ذلك فهنا إسبانيا والمغرب دائما كانت تحفظ في العلاقات لكن من بعد سنة 2022 والاعتراف التاريخي ذي الإسبانيا ومغربية السحراء اللي فتح الباب أمام عدة دول أوروبية كذلك للاعتراف بدأت توافق ما بين إسبانيا والمغرب وطرع الأمر اللي كانت ترفضه فرنسا جملة وتفصيلة وقد نذكركم تحديدا متابعين الكرام باللحظة اللي كان نعقد الاجتماع رفيع المستوى ما بين إسبانيا والمغرب في ذلك اللحظة هذه بدأت تحركات الفرنسية وقد دفع الجزائر أنها تحبط هذا كل اللقاء هذا كل درجة أنها بانت طائراري آسية جزائرية في مطار برا خاص في اللحظة اللي كان غير ينطلق فيها بيدرو سانتيز باش يمشي للمغرب لكن رغم كل المحاولات لم تستطع فرنسا عرقلت الملف بل كتر من ذلك أنها في ذلك اللحظات هذه اللي كانت ينعقد الاجتماع وكانت بقى له أسابيع معذودة مشات للبرلمان الأوروبي باش تجر إسبانيا وحاولت تجر إسبانيا بطريقة غير مباشرة أنها تصوت ضد المغرب في ذلك اللحظة هذه فرنسا اقتنعت أن إسبانيا عاقت بالملعوب وعاقت بالفيلم اللي تبنى حتى الأزمة دي سنة 2021 واستقبال زعيم ميليشيات البوليزاريو في إسبانيا بطريقة غير شرعية كانت فرنسا من وراءها وكان ظن أن رب ضارة نافعة من ذلك اللحظة هذه إسبانيا اجتهدت باش تعرف شكون هو الغول الخفي اللي كيشتغل لكي تسوء العلاقات ما بين إسبانيا وما بين المغرب وتحديدا شنو الأمر اللي خلى فرنسا تخلي هاد العلاقات هدي تسوء هو هاد الشي اللي كان من أجله وزير تجهيز والماء السيد نزار باركا في إسبانيا يوم الأثنين أمس الأثنين كان في مدريد في لقاء حصري مع ناظرة وزيرة النقل والحركة والأجندة الحضرية راكيل سانتيز هو الربط القاري للعلم الربط القاري فرنسا اشتغلت بكل ما لديها من قوة منهار جاءت الفكرة أنت الربط القاري سنة 1979 أو أواخر سبعينيات ما بين الراحل الحسن الثاني وإخوان كارلوس في ذلك اللحظة هذيك وهي فرنسا كتشتغل باش هذا الربط القاري ما يكونش المفاجأة قول لي سبقوا تحدثنا عليها سابقا ما عارتوش الإخوان سمعوها ولا لا هو لأن هذا الربط القاري ما غدش تقدر إسبانيا ببحثتها ولا المغرب ببحثته يديروه لأنه أموال كثيرة جدا الجميل في الأمر هو أن الاتحاد الأوروبي قرر يدعم الربط القاري ما بين المغرب وما بين إسبانيا وهذه هي المفاجأة اللي مكنت وهذا هو الصيناريو المخيف المرعب لفرنسا واللي كانت خايفة منه فرنسا بكل ما تحمل الكلمة من معنى ندوزو نشوفو التفاصيل على هذا الأمر هذا وعلى الزيارة ديالنزار بركة وزير التجهيز والماء أمس الإثنين بمدريد واللي قد اجتماع مع وزيرة النقل والحركة والأجندة الحضرية الإسبانية راكيل سانتشيز خيمينيز تمحور حول بحث تطوير العلاقات الثنائية في مجال التجهيز والنقل وشكل هذا اللقاء مناسبة لتصليت ضوء على مظاهر تقدم المحرزة في مشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق مع إعادة تنشيط اللجنة المشتركة وتوقيع اتفاقية التعاون الثنائي الذي ستربط أوروبا بإفريقيا وتحديدا نهار قبل فلاسكستا خروج بيدرو سانتز وهو يعني في قلب الحملة الانتخابية وقال واحد الكلمة قال المغرب سيربطنا بإفريقيا المغرب بوابتنا لإفريقيا وهذه الكلمة المغرب بوابة إفريقيا كتخلق الهلع في أعداء الوحدة الترابية ذي المملكة المغربية لأنها فعلا وسواسخة الناس بالنسبة لهم لأنهم هم اللي كانوا يحلموا بذلك الأمر هذا لكن المغرب يبقى بوابة إفريقيا لأوروبا أحب من أحب وكريها من كريه وخير دليل هو بريطانيا مباشرة بعدما خرجت من الاتحاد الأوروبي توجهات المغرب كبوابة إفريقيا والعالم كله عارف بأن المغرب هو بوابة إفريقيا واللي بغي يمر الإفريقيا نروري ما يمر على المغرب أحب من أحب وكريها من كريه فهذا الشي علاش كنشوفوا أن النفوذ دي الفرنسا بدك يتراجع داخل إفريقيا لأنه المغرب خدم الأمور جيدا وقف الحلق لفرنسا وهذا الشي هذا طبيعة الحال كانت عنده عواقب والعواقب ديالها رحنا كنعيشوا فيها لحد الساعة كانت محاولات لزعزعت الاستقرار بزاف ديال الأمور خرجوا أصوات معادية المغرب من قلب المغرب وكله بدعم فرنسي 100% وكنوا على يقين متابين الكرام أنه دعم فرنسي 100% وكنت منه الخوة المغربة يرضو البال من هذا الأمر هذا الحمد لله المغرب عنده رجاله وكذلك إسبانيا عندها رجالها وفي إسبانيا وحنا كنتحدثوا على إسبانيا قبل ما نمروا الخبر الموالي كنقول لكم أن إسبانيا فيها رجال اللي كيحبوا المغرب مثل خوسي بونو يعني وزير الدفاع سابقا ورئيس المخابرات الإسبانيا من الناس اللي كتعشقش حاجة اسميتها المغرب كين كذلك خوسي لوي ساباتيرو من الناس اللي كتعشق المغرب كين كذلك بيدرو سانتيز ها هو بيين على أنه فعلا غادي يمشي في الطريق نفس الطريق لذلك الناس ها هو كين وزير الخارجية الحالي وهنا غادي نفهموا بأن إسبانيا فهمت الموضوع مزيان وزير الخارجية الحالي سكم تعرفوا أنه كان سفير إسبانيا في باريس وإنسان اللي عنده علاقات جيدة مع المغرب وقرأ في مدينة طنجة وطبيعة الحال واللائحة طويلة جدا من رجال سياسيون إسبان اللي كيحشقوا المغرب واللي بغاوا العلاقات ديال إسبانيا تكون دائما جيدة مع المغرب لكن مخابرات عبلة لطالما اشتغلت داخل إسبانيا لتشوي الصورة ديال كل ما هو مغربي وهذا تحديدا العمل ديال الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا وكنقولها من هنا وأنا عارف بأن عدة إخوان من الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا كيتابعوا هذه القناة كنقول لكم العمل ديالنا كجالية مقيمة في إسبانيا هو تغيير ذيك الصورة هذيك بكل ما لدينا من قوة هو أننا نشتغلوا على تغيير الصورة النمطية اللي حاولت موخ أبارات عبلة تعطيها للإسبان على المواطن المغربي بصفة عامة فإن شاء الله بإذن الله خص الإسبان كشعبي يفهموا بأن المغرب دولة راقية بأن المغرب رأى عندها تاريخ وهذا عمل دينا خصنا نبينه وخصنا احنا أولا نعرفوا التاريخ دينا المغرب باش نقدروا ندفعوا عليهم على الإسبان باش يفهموا ونغيروا ذك الصورة النمطية اللي حاولت يعني مخابرات عبلة تعطيها للإسبان وحنا كنتحدثوا على شوية صورة ديال الشعب المغربي ككل في إسبانيا وراهم كي يشتغلوا عليها بكل ما لديهم من قوة وللأسف هناك البعض من يسهل الأمر على هذ المخابرات ديال عبلة على شوية صورة ديال بلاده بعض التصرفات كي الناس اللي لا علاقة لهم بالتاريخ ما عارفين تشي حاجة ومن يدخلوا كيمشوا يدخلوا في نقاشات مباشرة كي بني يضرب في بلاده بلا ما يحسوا يبدأ يسبب ويعير في بلاده شوف شد باكستاني وباكستاني شوفوها كيفاش دايرة أحوال ديالها شد فليبيني فليبين شوفو كي دايرة والأحوال ديالها كيفاش دايرة ودخل سبليه في بلاده ولا هدر اللي في بلاده شوفو واش غادي يسمح لك ولا يخليك تجاوز خطوط الحمراء ديالك غادي يدافع بكل ما لديه من قوة على التراب ديال بلاده وعلى الأرض دياله وهذا الشيء هذا اللي خصي يكون عند كل شيء ما تفتحوش الباب للشياطين أنهم يوسخوا الصورة ديال المغربة بل كونوا صفراء في أرض المهجر يعني الدغوطات ديال البوليساريو راها كانت كذلك تهيئة تشتغل وواضحة وكين الحزب الجديد اللي هو حزب سومار اللي من بعد الفشل الدريع للأحزاب اليسارية المتطرفة الراديكالية اللي بين الفشل ديالهم بعد ما دخلت في الحكومة والتحرقات كيف ما نقوله بدرجة ديالنا في الانتخابات الماضية هناك رجل اللي صراحة غادي يكون هو الوصيف ديال الزعيمة اللي هي يولاندا دياس الزعيمة ديال هاد الحزب هذا دولا ديال هاد الحركة لتشكلات من عدة أحزاب يسارية وهو شخص كذلك من هاد الرجال اللي كيحبوا المغرب واللي بغاوا العلاقات تكون مع المغرب فهذا الدبلوماسي الإسباني اللي كتسمى أغوستين سانتوس مارافير اللي غادي يكون الوصيف ديال زعيمة الحزب واللي غايدخول بطبيعة الحال غمار الانتخابات العامة الإسبانية كوصيف ليولاندا دياس زعيمة الاتلاف اليساري سومار أحبط آمال جبهة البوليزاريو بخصوص إمكانية اتخاذه لموقف جديد من قضية الصحراء المغربية وأكد مرة أخرى دعمه لمبادرة الحكم التاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية يعني اليمين اللي من المرشح يكون حكم وهناك ندره على أربيرتون نياتفيخو عمره تكرار على فمو أنه يتراج على القرار ديال بيدرو سانتيز اليمين المتطرف ما غديش يتراج على القرار اليسار اللي هو اليسار المعتدل واللي هو الحزب الاشتراكي واللي كذلك عنده إمكانيات أنه يبقى في الحكومة هو اللي اعتارف اليسار راديكالي اللي كان عندهم فيه الأمان الرجل الثاني ديالهم كيخرج وكيحبط الأمان ديالهم وكيقول لهم لا رجعة في هذا القرار بل يريد علاقات أفضل مع المغرب يعني من جميع الجهات سدات الأبواب ندوزو الخبر الموالي متابعنا كرام هنا سنتحدثو على مجلة أمريكية اللي فضحات في واحد تقرير تقرير مطول تقرير ميذاني بشات المخيمات وفضحات الدعم العسكري اللي كيقدموا الجيش الجزائري لميليشيات البوليزاريو الدعم العسكري اللي دخل فيه تفرنسا مش ما نكونوش كناف قول نكونو كنغطيو على فرنسا فرنسا دخل في هذا الدعم العسكري اللي بغت ترد المغرب الوراء اللي ما بغت اللي بغت تكسر الأجنيحة دية للمغرب مش غد ينساوحنا التقارير اللي خرجت من فرنسا ما غدش ننساوهم مش غد ننساو التقارير اللي فضحتها العسية الأمريكية اللي خرجت من قلب فرنسا اللي كتقول أن المغرب دولة في شمال إفريقيا تهديد الأمن الأوروبي وخصصا نكسروا الأجنيحة دية لها وحردات تحيل في الناطو عليها ما غدش ننساوها التشيادة كامل فرنسا هي أول داعمين الميليشيات البوليزاريو أما الجزائر ومجرد دومية تستعملها فرنسا من أجل أغراضها في شمال إفريقيا كل شيء ولا بين ما نمتلش علينا بهذا الأزمات الدبلوماسية ونردو النشيد ديال يا فرنسا وقت الحساب وتشيادة كامل بالنسبة لي أمور وهية فاتفاقية إفيان اللي سنة 1968 تتبين كل شيء اتفاقية إفيان اللي من خلالها من خلالها فرنسا بقى تحطي يدها على التروات فالفرنسيين شو صبح الله العظيم الأنانية ديال الشعوب شو فرنسيين جاءوا عندهم وقال لك احنا في اتفاقية إفيان كينغي واحد البند ما بقاش عاجبنا ما شفوش التروات اللي بقى تحطي عليها يدها فرنسا ما شفوش تشيادة ما شفو بند واحد انتع اعطاء امتيازات للجزائريين اللي كي هاجروا الفرنسا هذا الشي اللي خلال الجزائر ترد ذاك المقطع ديال 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 يا فرنسا وقت الحساب ولا وقت العقاب ولا ما عارس شنو علاش حيتاش بغاو يبقاو مهاجرين في فرنسا وبغاو يبقاو عندهم الامتيازات علاش لانهم كيعطيوا تروات ديالهم لفرنسا وبغاوات فرنسا تاخد تروات لما تعطيهم متاشي حاجة هذا الشي هذا هو الواقع لكن رغما عن كل ذلك فيما يخص الامور العسكرية فرنسا كانت دائم للجزائر وغاو تبقى دائم للجزائر ودائما غاو يتبقى كالدعم ميليشيات البوليساريو حتى غاو ينهيها المغرب وهذا هو الواقع اللي غاو يترى حاليا فهذا المجلة الامريكية فضحات تقرير الميداني ديلها الدعم العسكري الذي يقدمه الجيش الجزائري لميليشيات البوليساريو إذ أبرزت أن جميع تحركات العسكرية للجبهة تتم عبر موافقة الجنود الجزائريين الذين يفتحون المجال من أجل إطلاق طلقات مدفعية تجاه المنطقة العازلة وفي ظل توجه دولي وأممي لدعم الموقف المغربي من قضية صحراء تظهر تصريحات غالي كتأكيد على مواصلة عرقلة أي حل للنزاع الذي طال أمدوه الأمر الذي يؤكده نور الدين بحدد أكاديمي متخصص في قضية صحراء إذ يرى أن تصريحات غالي تأتي في إطار محاولات قصر مرادية لإطالة أمد النزاع وهنا سوف نفهم ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك من يريدون عرقلة هذا النزاع متورطة فيه الجزائر وفرنسا بإمدادات عسكرية خبيطة وخص المنتظم الدولي ينزل العقوبة اللي بغد زعزع استقرار في المنطقة وندوز الخبر الأخير متابعين الكرام وهنا ونحن نتحدث على الموارد العسكرية ديال الجزائر وقع واحد الأمر الصين سلمت طائرات مصيرة للمغرب المتطورة ولقناها في نفس الوقت كتتسلم نفس الطائرات للجزائر لكن هذه الطائرات كونوا على يقين أن هذه الجزائر باش توصل للمستوى اللي وصل لها المغرب لأن المغرب عنده تجربة فيها خصوص سنوات كتيرة باش توصل لها والدليل هو أن هذه الطائرات هذه جربتهم الجزائر السنة الماضية وحدها بعدها منهم بنت أنها طاحت في واحد المنطقة تماكن أن الجيش الجزائري كان يلا يتدرب على هذه المصيارات في نفس الوقت لقرارات الصين الشعبية تزويد كل من المغرب والجزائر طائرات وينج لونج 2 المصيارة رغم وجود سباق للتسلح بين البلدين وحسب موقع ديفينسا الإسباني متخصص في أخبار جيوش فإن الأقمار الإصطناعية أظهرت أن الجزائر بدأت تستخدم طائرات صينية المصيارة من نوع وينج لونج 2 في مهمات استطلاعية وأضف المصدر عينه أن حصول الجزائر على الطائرات الصينية تزامن أيضا مع تسلم المملكة المغربية دفعة من مثيلاتها خلال شهر أبريل المنصرم دخلت في خط الخدمة بالفعل في الوقت الحالي وتمتلك المسيارة الصينية المطورة عن نسخة وينج لونج 1 مؤهلات فريدة تستطيع حمل 12 قنبلة وقذيفة موجهة بالليزر مع التحليق فوق الجو لما يصل لعشرين ساعة متواصلة هذه الميزات لك تمييز هذا المسيارة لكن المغرب من غير المسيارة عنده مسيارات إسرائيلية خطيرة جدا عنده البيق دار التركية خطيرة جدا ومشى أبعد من ذلك وعلن مؤخرا على مصيارة مغربية الصنع 100% وإن شاء الله قريبا سنشوفها في الأسواق الدولية كتباع للدول لأن ستكون النجاعة قوية هذو ما الأخبار لدينا اليوم متواصلين الكرام سببنا يكون نلقاكم متوما بخير على خير في ساحة جيدة وفي أحسن الأحوال نشوفكم إن شاء الله فيديو خور وموضوع خور ستكونوا دائما في أحسن الأحوال ومرة أخرى عيد مبارك سعيد للجميع دومتم في رعاية الله السلام عليكم